أنا كنت بقولي النهاردة جمال في أول حلقة إنه إحنا مرتبطين قوي بالجيل اللي هو من 2006 إلى 2010 اللهم 4 سنين بالمناسبة 4 سنين لو نتذكر وإنت كي بتفرج على كورة من زمان لو تذكر قبل 2006 و2008 و2010 كان عندنا مراحل كتيرة قوي من الاهتزاز جاب كبير صح؟ من 98-90 بعد 2010 بقى عندنا مرحلة كبيرة من الاهتزاز أنا عمال أقول دايما طيب إحنا إزاي نقدر مش أقولك نستنسخ الجيل بتاع 2006 إلى 2010 بس يبقى عندنا جيل متقارب زي بالضبط وأنا قلت المثل ده جيل 98 بتاع فرنسا أكيد أحسن من جيل بتاع 2018 بتاع فرنسا بس جيلين متقاربين في المستوى مع اختلاف الكورة وقتها لحدنا موصلنا في 2018 بس أكيد مش هيبقى استنسخ لـ 1998 يعني إزدان في 1998 مش هيبقى فيه زيه في 2018 باقي اللاعبين روبرت بريس مفيش زيهم في 2018 ممكن يبقى فيه أحسن أو أقل زيب عندنا أجيال طول الوقت متشابكة في القوة كده مش تازن بيبقى هم هم طيب لما أجي ودايما بعد أي خسارة أو أي هزيمة لازم أعود وأشوف إيه السبب في الخسارة أو في الهزيمة دايما حين عندنا تفارات يعني الجيل اللي بنتكلم عليه بتاع 2006-2010 هو كان تفرع على صعيد الكواليتي على صعيد جودة اللاعبين قدر كابتر حسن شحيته أنه هو يعمل بيه جيل قادر على أنه يفوز بالتلاب بطلات أفريقية متتالية عمر حتى في عز انتصاراتنا ما كان عندنا مشروع عشان يبقى عندك مشروع فيه آليات بس الداجيل بتاع كلامك ده اللي أنا كنت لسه بقوله من شوها إيه إنه لو لقدر الله كان الكابتر حسن شحيته وقتها خسر بطولة 2006 صحيح ما كناش عملنا أفضل أداء في تاريخ منتخم مصر في 2008 كان يتم إقالة ما كان شاهبة موجود طبعا وكان الجيل ده تهد وكان كل حاجة وقم ركلات الترجيح برضو وقم ركلات الترجيح في 2006 فبالمناسبة يعني لا لا بتفهم معاك طبعا فهو لما 2008 كان بقى له ثلاث سنين مع منتخم مصر فعمل أداء رائع جدا لما بقى قعد ثلاث سنين الأزمة بقى اللي حصلة من بارح في الشارع إيه إنه إحنا بنختازل القصة كلها في المدير الفني أيا كان يعود أو يمشي مقارس كروش يكمل أو ما يكملش مش هدي القضية القضية إن أنا نفسي بقى عندي مشروع في دول كتير عملت مشروع بلجيك على سبيل المثال ومشروح للدول دي والأنماط دي لإنها بتعمل أو خطة طويلة الأمد عشر سنين واثنشر سنين أنا عايز خطة لمدة أربع سنين خطة لمدة أربع سنين أبني على أنا وقفت عنه حتى لو كارلوس كروش هيقعد يبقى أعد مع كارلوس كروش أقول له أنا عايز إيه إيه طرجة اللي أنا عمله إيه بلان اللي في دماغي لازم يبقى عندي بيزيكس أشتغل عليه عدد فرق الدوري انتظام المسابقة الرجل يبقى عنده أجندة واضحة للأجندة المحلية والأجندة الأفريقية للفرق والأجندة الدولية بتاعته اللي يقدر يسكن فيها متشاط عشان يقدر يشتغل أحط في رأسي وأنا بفكر إن الجيل الحالي الموجود دلوقتي ده وأنا بعمل بلان أربع سنين لـ 2026 في لعبة كتيرة كنت جوزة للـ 34 والـ 35 والـ 36 سنة إزاي يستغل المنتخبات الشباب والناشئين ووسع دائرة الاختيار عندي علاصة مميزة جداً في الـ 2001 والـ 99 والـ 97 لازم أعود مع الراجل وأقول له ده والجملة الشهيرة زيادة المحترفين المصريين في أوروبا كل إنجازاتنا من غير حافظة لحد أمتى أقول كده ما برضو دي النقطة اللي حرك بتقوله ده عشان 2006-2008-2010 كان يستثناء صحيح بس حافظة لو أقول طول عمري أنا مش محتاج المحترفين أنا كده كده أصلاً لو عندي دورة محلية قوة هكسب البطولات مع كامل الاحترام بأمانة شديدة طبعاً الأهل والزمالية كل عيبة اللي بيطلعها منهم طول ما هم بينفسوا في مستوى قوة في الدولة المحلية هنا أعملهم ما هيلعب يعني دايماً أقول حتى لما يكسب المكسب بالمناسبة مش شرط يكون الوينش أسوأ من كلبالي بس كلبالي يعني في الموهبة ممكن يبقى الوينش يحسن منه في الموهبة بس كلبالي ده الاحترامات بتاعته عاملة إزاي أنا عايز احترامات شباً مخزوم القرارات اللي تكون نتيجة المشاركات طبعاً شوف والله ببساطة دايماً يقول لك إيه قصة إحنا المشكلة عندها في المواهب لا عندنا مواهب عندنا لعيبة كويسة بس ديني احترامات ومدددتش كل شوية كل شوية بسمع الجملة دي اللي هو إيه احنا كل إنجازاتنا بالداولة المحل لحد إمتى التطوير بقى احنا عايزين اللعيبة دي لازم اللعيبة دي يطلع برا عشان قطر أستفيد من المكزون ده بالزبط كده وانا لو قدرت أن أنا أعمل ده يعني خليني أبتدي بأنه يبقى عندي 20 العيب 30 العيب يطلعوا عشان كده بقول التركيز على الجيلين بتوع منتخابيين الـ 2001 والـ 2003 فيهم بعض العناصر اللي قدر أشتغل عليها أعمل مشروع أحط لايحة أدي بونس لأنديها